كان عند هذا الرجل الجارية تسممه كل يوم مدى حياته كانت كل يوم تسممه ولا يضر هذا السم أبدا شبيه إبراهيم عليه السلام رجل من أمة محمد كان معروف بهذا الاسم مو من الصحابة حتى كان من التابعين أول ما شفوه الصحابة قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه واحتضن وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد من صنع به كما صنع بإبراهيم الخليل شبيه إبراهيم عليه السلام كان عابد من العبان وزاهد في الدنيا كان هذا الرجل يصلي فوق ثلاثمية ركعة بتسليم واحدة لهذا الرجل قصة مع النار عجيبة جدا واللي رح نحكيها بإذن الله في قصة اليوم قصة اليوم استثنائية وليست من السيرة وهي بناء على تصويتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم يا رب العالمين قصة اليوم مختلفة لأن هذه القصة ميتكملة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيه قصة قريتها في كتاب سير أعلام النبلاء فحبيت أن أشاركها معكم في سلسلة بإذن الله رح تستمر خذنا الشي تاكل ولا تنسى التابعني في كل السوشيال ميديا أكتب أنس أكشن وبإذن الله العلي العظيم رح أضع لك منذ من طول بسم الله نبدأ بعد ما دخل الإسلام إلى اليمن وصار أغلبية أهل اليمن مسلمين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة إلى اليمن عشان يعلمون أهل اليمن الإسلام وكانوا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما بس قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بسنوات بسيطة كان في اليمن قبيلة اسمها قبيلة مذحجة طبعا قبيلة مذحج قبيلة كبيرة جدا كانت من القبائل المسيطرة في اليمن وكان في أحضان هذه القبيلة رجل غريب جدا كان اسم هذا الرجل الأسود العنسي ما كان هذا الرجل إنسان عادي فكان هذا الرجل ساحر كبير جدا حتى إن لهذا الرجل مارد يمشي معاه يمشي معاه وين ما يروح كان اسم هذا المارد الملك وكان هذا الرجل مقنع أنه دائما يتلثم وما يحب أن يطلع وجهه وكان هذا الساحر يحب الخمر ويكره الإسلام والفرس يكره بأن الإسلام دخل إلى اليمن طبعا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا مدعين للنبوة كثير في القبائل بعد ما شافت نجاح النبي صلى الله عليه وسلم صار الوضع بين القبائل مثل الموضح فأي واحد يطلع في القبيلة مدعي للنبوة تبدأ قبيلتا تعظم فيه وهذا اللي صار مع الأسود العنسي فأول ما خرج هذا الرجل العجيب بينهم قاموا أهل مدحج يكبرون ويعظمون فيه وينشرون بأنه هو نبيه وامتد حكم هذا الرجل وزادوا أتباعه زادوا أتباعه بشكل مرعب جدا طبعا الصحابة كانوا لا زالوا ينشرون الإسلام في اليمن وكانوا يجمعون الزكاة من تجار أهل اليمن ويعطونها للفقرة إلين جتهم رسالة من الأسود العنسي أيها المتوردون علينا أمسكوا علينا ما أخذتم من أرضنا وامسكوا ما جمعتم فنحن أولى بها يكسد بها الزكاة وأنتم على ما أنتم عليهم بعد الرسالة هذه زاد الضغط على الصحابة رضي الله عنهم إلى درجة أن الصحابة ما قدروا يجلسون في اليمن صار عليهم أذية قوية فجلسوا وراهم إلين طردوهم من اليمن امتد حكم الأسود العنسي هذا حتى استولى من صنعاء إلى نجران وكانوا في بعض القبائل لا زالت على الإسلام وما دخلت على دين هذا الرجل أصلا ما كان لا دين كان دينة تشرب خمر زيادة تروح الجنة كان سكير يعني ومن هذه القبائل اللي كانت لا زالت على الإسلام ولا زالت تحاربه قبيلة خولان وكانت هذه القبيلة حتى هي قبيلة جدا ضخمة وكان من قبيلة خولان رجل عابد من العباد كان اسمه عبدالله بن ثوب ويكنى بأبو مسلم الخولان اجتمعوا أهل اليمن مسلم وكافر على حب هذا الرجل كان رجل زاهد في الدنيا وعابد من العباد حتى إن في رجلين شافوه يصلي فوق ثلاثمية ركعة كانوا ينتظرون أنهم يسالفون عليه فانتظروا حتى أخلص ثلاثمية ركعة بتسليمة واحدة طبعا سمعة هذا الرجل الطيبة انتشرت وكان مسلم ومؤمن بالله سبحانه وتعالى وبعد ما اجتمع أهل اليمن كلهم على حب هذا الرجل عرف عنه الأسود العنسي قال لا 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 ما يصير أن هذا الرجل يأخذ السمعة هذه إلي أعرف من هو أرسل ناس من حاشيته قال لهم جيبوا لي إياه ولا تقتلوني أنا بأتكلم مع هذا الرجل لعلي أقنع بأني أنا رسول من الله فأتباع هذولة يتبعوني أنا فأكسب الجميع فعليا راحوا الحاشي هذولة ومسكوه وكتفوه وبالقوة جره جره إلي كرسي الأسود العنسي فطالع فيه الأسود العنسي بالسهزاء وقال أنت أبو مسلم قال أبو مسلم نعم أنا أبو مسلم قال إيه سمعت بأنكم تشهدون بأن محمد رسول الله قال أبو مسلم نعم نحن نشهد بأن محمد رسول الله قال وأنت قال أنا أشهد بأن محمد رسول الله قال إيه قال طيب تشهد بأني أنا رسول الله ولا لا ناظر فيه أبو مسلم بنظرة سهزائية وقال ها ما اسمعك والله اش قلت عيد كلامك ان في اذني صمم طالع الاسود العنسي في حاشية يستهزي بي ذا ولا وش قال لا هل تؤمن بان محمد رسول الله قال نعم اشهد بان محمد رسول الله تشهد باني انا الاسود العنسي رسول الله ولا لا قال يالي اذني دي مادريش فيها اعتقد في اذني صمم جلس يمرمط فيه بهذه الحركة يلين عصف الاسود وقام لحاشيته وقال جمعوا الناس اليوم انا باخري يشهد باني رسول جمعوا الناس كلهم من كل مكان وقاموا حاشيته وراحوا لكل بيت يطقون على كل بيت يقولوا لهم تجمعوا الاسود العنسي بواكم يوم شاف الاسود العنسي الناس تجمعوا زي كده امر بكوب من الخمر وجلس عند اذن ابو مسلم الخلاني يقول لها اسمعوا لما امنت باني رسول الله صدقني بتندم في رد عليها ابو مسلم الخلاني يقول يا أخي إذني هذه أنا أقول لك تعبانة ما أسمعك في إذني صمم فعصب زيادة الأسود العنسي ويقول لها تراك بتندم ناظر فيها أبو مسلم الخلان يقول لها افعل ما تشاء افعل ما أنت فاعل قال طيب 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 دام الوضع زي كده أنا أوريك فأمر حاشيته بأنهم يجمعون حطب كثير فجمعوا من الحطب الكثير جدا لدرجة أن جدع الشجرة هالواحد يشلها أكثر من واحد من كبرى الخشب يشلونه مجموحات تراكم الخشب هذا فوق بحث كل هذا وأبو مسلم الخلاني مربوط ويطالع في هذا المنظر طالع الأسود العنسي وأمر بالمنجنيق جابوا المنجنيق الكبير أضخم منجنيق موجود هنا نزل الأسود العنسي عند إذن أبو مسلم الخلاني قال ها تؤمن الحين ولا لا قال لي يا أخي ما قلت لك إن في إذني صمم أنا ما أسمع قال إيه أنا وريك الصمم الحين أمر حاشيته بأنهم يجمعون كل شخص يشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كل اللي يحبون أبو مسلم الخلاني من المسلمين ناداهم وجمعهم حشود كبيرة وكلهم تجمعوا شافوا هذا الحطب وشافوا المنجنيق وشافوا مدرسهم ومعلمهم أبو مسلم مربوط عند هذا المنجنيق منجنيق وحطب وأبو مسلم الخلاني مربوط فهموا إيش اللي رح يصير فأمر الأسود العنسي بأنهم يشعلون النار وقاموا الجنود يرمون النار بالمنجنيق حتى اشتعلت نار كبيرة جداً من حرارة هذه النار وخروا الجميع كلهم نار ضخمة جداً إلى درجة أن الطيور إذا مرت من فوق هذه النار يسقط الطير في الأرض أتباح أبو مسلم الخلاني علاء صاحبهما يناظرون في هذه النار الكبيرة وقف الأسود العنسي على من بره وقال إن كان داعيتكم هذا ومعلمكم هذا على حق فخلوا ربكم هذا يفيده وينجيه أما إذا مات فمصير كل شخص يتبع هذا الرجل كمصيره هو كل رجل يتبع أبو مسلم سيلقى في النار قاموا الحاشية وربطوا أبو مسلم الخلاني في هذا المنجنيق وكانوا الحاشية يسمعون تمتمة أبو مسلم الخلاني بذكر الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله استغفر الله طول الوقت وفي هذه اللحظة حاولوا بعض المسلمين أنهم يهربون من هذا الموقف يهرب ويندس في بيته لكن جنود الأسود العنسي حوطوا حول الحشود كلها عشان يتأكدون أن ما في أي أحد يهرب فجأة في آخر لحظة جلس الأسود العنسي عند راس أبو مسلم الخلاني وقال لها تؤمن خلاص ما معك إلا أنك يا تؤمن يا تحرق يلا ألا ما قل لك إن في إذني صمم أنا لا أسمع أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وخاتم الأنبياء افعل ما أنت فعل قام الأسود العنسي وأشر بيته فرمي بالمنجنيق في النار والناس يصرخون من الفجح وسمعوا جسده وهو يهبط في نص النار فقاموا الناس ما تحاملوا يبكوا قاموا المسلمين يبكون على أبو مسلم الخلاني المنظر جدا مؤلم انتظر الأسود العنسي شويتين وقام يصارخ في الناس ألا ترون يا قوم؟ ألا ترون ما فعل بالرجل؟ نعم هذا مصير كل رجل منكم لا يؤمنوا بأني رسول أخبروني من سينجيه الآن من سينفعه؟ نار تحرق أنا الأسود العنسي وأنا رسول مرسل بس فجأة إلا بداخل النار تسبيع وتهليل لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله فالتفتوا كلهم في النار الجميع التفت في النار وهذه الأسود تخرج من هذه النار الضخمة ناظر الأسود العنسي وناظر المسلمين كلهم وبدأ المسلمين يستغفرون ويهللون ويكبرون فجأة إلا ويخرج من النار أبو مسلم الخلاني وهو يمشي على الجمر ويسبح ويهلل ويستغفر الله وقاموا المسلمين كلهم يكبرون ويستغفرون الكل انصدم من هذا الموقف الحبال اللي كان مربط فيها أبو مسلم الخلاني تفككت انأكلت من النار بس ما أصابه شيء أبدا فمشى أبو مسلم الخلاني إليه وصل أمام الأسود العنسي وهو يكرر لا حول ولا قوة إلا بالله طبعا هنا خاف الأسود العنسي إن الناس ترتد عن دينها وإنهم ينقلبون ضده وكلهم يسلمون فقاموا لم حاشيته ومشى واشترط على حاشيته إن الأمر يبقى بينهم وبينه فقط وأرسل إلى أبو مسلم الخلاني إنه ما راح يسوي له شيء بس أهم شيء يأخذ المسلمين ويهاجر يخرج من اليمن فخرج أبو مسلم الخلاني من اليمن وهاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بس ما وصل أبو مسلم الخلاني إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان وقتها خلافة أبو بكر فوصل أبو مسلم الخلاني وأناخ بعيرا ودخل إلى المسجد عشان يصلي وكان عمر بن الخطاب يصلي في المسجد فناظر في هذا الرجل الغريب من وين جهر فقام عمر رضي الله عنه عشان يسأله فقال ممن الرجل؟ من وين أنت؟ قال مين اليمن؟ قال آه من اليمن ما فعل الذي حرقه الكذاب بالنار؟ قال أبو مسلم ذلك عبد الله بن ثوب أبو مسلم الخلاني ما حاب أبو مسلم الخلاني إنه يقول إنه هو فحس عمر بن الخطاب إنه هو فسأله بالله قال أناشدك بالله أأنت هو؟ هنا انحشر أبو مسلم الخلاني فقال اللهم نعم فناظر في عمر بن الخطاب واعتنق وبكى جلس يبكي عمر بن الخطاب وهو معتنق فأخذ بيده مشابه إلين أبو بكر رضي الله عنه كان الخليفة في ذاك الوقت فقال عمر بن الخطاب هذا أبو مسلم الخلاني فقال أبو بكر رضي الله عنه الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد من صنع به كما صنع بإبراهيم الخليل فلقب أبو مسلم الخولاني من بعدها بشبيه إبراهيم عليه السلام وعرف بأنه من أولياء الله سبحانه وتعالى ومن الزاهدين في الدنيا فبعد فترة طويلة جات جارية كان يملكها أبو مسلم الخولاني كانت تاكرها جدا فراحت إلين وصلت عند أبو مسلم الخولاني وقالت لها أنا طول عشتي معاك وأنا أحط لك السم في الأكل فما أشوف ضرك أبدا كل يوم أحط لك ولا يضرك فاستغرب أبو مسلم الخولاني وقال ليش أنت تحطين سم لي أصلا فقالت كنت أبغى رجل أصغر منك سنة فقلت إذا مت ممكن يبيعوني لرجل أصغر منك سنة ومو زاهد في الدنيا للدرجة دي فقال لها أنا ما كنت أكل إلين أقول بسم الله خير الأسماء الذي لا يضر مع اسمه داء رب الأرض ورب السماء إلين هنا وصلنا لنهاية قصة اليوم أتمنى أن القصة نالت على عجابك نشوفكم إن شاء الله في المقطع الجاي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إلى حد أنت أصافر كوتب ولك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة ج curs Emmett اشتركوا في القناة